السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال مسالا بكم في فيديو جديد ازاي تركب تعمل الراوتر بتاعك بغير فاني و من غير اي حاجة النهاردة موديل الراوتر اللي احنا نشتغل عليها هو HG131 version 1 عشان في منه version 2 احنا هنستخدمه النهاردة هو version 1 طبعا شكل الراوتر زي ما انتم شايفين اهو من قدامه ومن وره الراوتر دامين انتاج شركة واوي وهتلاقيه بتوزعه شركة المصرية للتصارات ومعظم شركات اللي بتزود الناس بالانترنت زي اورنج ودفون وناس دي كلها يلا بينا طبعا احنا هنبدأ من ان احنا دخلنا على صفحة الراوتر التركيب دي عملناها في فيديو قبل كده هحطوه لكم في الراوتر طيب الراوتر دو هتقلبه على ظهره هتلاقي من وره مكتوب الادرس بتاع صفحة اللي هو في الحتة دي اللي هو دو هتكتبه في البروزر عشان تخش على الصفحة ومكتوب لك الوزر نيم والباسورد بتاع صفحة الراوتر طيب احنا بعد ما وصلناها ودخلنا على حسطة اتنين واحد تسعة اتنين واحد ستة تمانية واحد واحد هنبدأ نكتب الادمن ونكتب الباسورد طبعا هي ممكن الوزر نيم تلاقيه مختلف مش اادمن مهم هتكتب الوزر نيم والباسورد تخش على صفحة الراوتر اول حاجة هتقبلك هي الصفحة دي هتكتب فيها الوزر نيم والباسورد طبعا هي الوزر نيم والباسورد هم كلمة المرور واسم المستخدم اللي بتدهم لك شركة الانترنت وفرض اول ما بتسجل مع شركة الانترنت بعتوه لك رسالة فيها اسم المستخدم وكلمة المرور على الموبايل اللي انت سجلت به. تمام? طيب الوزر نيم او اسم المستخدم بيبقى عبارة عن رقم at data.net.ag والباسورد يبقى بقى رقم. تمام فانت بتكتبهم هنا وبعد كده بتدوس next على طول. بعد كده المرحلة اللي بعد كده بتبدأ ان انت يقول لك اه اه طبعا بتفعل دين اللي هي بتفعل ال 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 اللي هي الوارلس شبكة الوارلس. وبيقول لك عايز بتاعك يبقى اسمه ايه بتسميه اي اسم. وطبعا بتختار بتاعتك اخر حاجة اللي هي بتبقى WBA و WTA2. تمام? وبعد كده بتكتب الباسورد بتاعك في الحتة دين وباشا وتختار بتاعك اللي هو겠죠? تبقى عايزة طبعا ده نوع من انواع الالانسهم ده اخوة موجود بتعمل الباسورد بتاعك وبتختار الخطوات دين وبتخلقasi على nächst بتجي لك الصفحة بتاعة الراوتر طبعا بتخش على والان دين. تمام؟ اللي هي في تختار وبعا كدس على دبيو لان وبعا كده بتخش على دبيو لان ديان لو انت عايز تغير حاجة في اللي هي مسلا الباسورد او تغير اسم الواي فاي بتاعك بس اهم حاجة اهم حاجة ان انت الحتة ديان اللي هي دبيو بي اس دي Legion تأكد ان هي مش معمول صح على عشان دبيو بي اس ديان بيستخدموها في اختراق الواي فاي بتاعك. فاحنا عشان الامان متاعنا محدش يخترق الواي فاي بتاعنا بنلغي صفحة الراوتر وبعد كده مفروض لو انت عايز تغير طبعا اسم المستخدم وكلمة المرور اللي انت بتخش بهم على الراوتر اللي هم الافتراضيين بتخش على اخر واحدة وتختار كلمة هيقول لك لو عايز تغير الباسوارد هات ايه طبعا الوزر نيمو والأدمين هتكتب الاساسي وتكتب الجديد وبعدين تكتبه تكتبه تاني وبعد كده وبكده انا بعملنا الراوتر بتاعنا وهو هتنسى الاشتراك في القناة وان انت تعمل لايك للفيديو وان انت تشاري الفيديو مع اصحابك لو عجبك عشان الناس تستفاد منه واشوفكم فيديو جديد بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته